يقول متى يبدأ الامتناع عن الأخذ من الشعر والأضفار و متى ينتهي أبو إبراهيم بارك الله فيك بالنسبة لمن أراد أن يضحي و دخل عليه العشر دخل عليه العشر فلا يأخذ من شعري ولا من أضفاره ولا من بشرته شيء و يبدأ من غروب شمس أول ليلة من ليال العشر و غدا يوم الاثنين هناك ترائي للهلال فإذا أعلد أن يوم الثلاثة سيكون هو اليوم الأول من عشر ذي الحجة من غروب شمس ليلة الاثنين اللي هي ليلة الثلاثة يوم الاثنين ليلة الثلاثة يمتنع المضحي عن الأخذ من الشعر و الأضفار و البشر